موسيقى المشكلة في عجلة هو الاختفاء والابن ديالي لمدة 12 عام ونص ومن بعد 12 عام ونص وكلها وانا كنقلب وده بعد صابت الحقيقة لانه هم ماتليهم الاصديقاء ديالو اللي كانوا معاهم في تامو بيرو ودكشي قلق اعتركوا انه ماتليهم وانا ماتليهم وانا ماتليهم وانا خافوا وضهشوا وما عرفوش وطلفوا الى اخرى انا كنقول هاد الناس هادو واش هما الطباء باش عفوا الديري بعد اصلا واش مات او ماتش وكما كانش تخلط الناس لالكبار في هادشي ما غاديش يتم طمس هاد الهد 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 الام ونصر وانا ماشي انسانا سكت وانسانا يكن دير الواجب عليهم وما كان غير الله تهامي تنعف حقيقته شنية معلموني احتمش حاجة ماجا عندي توحد ما مهدر معايا ما شافيه توحد ما عزاني توحد مواساني توحد واناني كانش عندهم وانا رغب وانزاوغ وانهضر وكنصب الناس يعني ما معطينيش اعتبار كيبينو على انهم عندهم تاشي تاشي علاقة بالميلف ودرتشي كايا في المحكامة وعند القضاء عند الضابطة القضائية كان بامكان دا كل جود تطلع في 24 ساعة ومني بنت وكان كل جود في 24 ساعة ومني بنت ومني بانتش ومني بانتش ومني بانتش ومني بانتش ومني بانتش من هنا وينو لأنه ينصفني ويعطي نحقي ويعطي حق ذلك الوليد المقهور المظلوم المغدور اليوم أول جلسة كانت يعني إلا تقدموا المتهمون دابا وصفي تقدموا وصفي تال 12 ساعد غدا نشوفوا غدا تكون واحد الجلسة سيرية غدا نعرفوا شنو غدا يكون واش غدا يتلقوهم صراح ولا غدا يخليهم معتقلين أما لا تلقوهم بحالة صراح ذاك هو الطم الكبرى أنا مشت على عيني عجاجة ومشوا على أوليدات كلهم مخهم ترزوا فيهم مشت على عيني عجاجة هذه الواقعات تتعلق واقعات الاختفاء شاب في المحمدية اسمها بناني إذن باش نعرفوا القاضية باش تتعلق الأسرة كلها مكلومة لأن مدى 12 سنة هي كتب حدث على الإبن الذي اختفى مع مجموعة من الشباب أصدقاء دياله اختفى فتبين بأنه قتل لا نعرف الطريقة التي قتل بها التحقيقات لم تكتمل بعد في مرحلة التحقيق أو مرحلة الضابط القضائية الآن نحن في أول جلسة والدفاع ذوي حقوق المرحوم سوف يطلب من القضاء الجالس على مزيد من الخبرات العلمية والتقنية للبحث للبحث على هذا الشباب المقتول لأن هذه الخبرات هذه للدارد غير مقنعة أن هذه الملفدة لا أعرف كيف أن الضابط القضائية والشرطة العلمية ونحن نعرف بأن الضرب يضع فيها أعتل المتخصصين في الكشف عن الجرائم الخطيرة والمعقدة أنه يبقى هذا الملفدة 12 سنة ولحد الساعة بقي ما طحناش في الجوتة الحقيقية بلاديين بالعمر دي لدى الطفلة داش حال باش نعرفوا المواصفات ديالو ومنسلموش الجوتة للأسرة ومنعرفوش القبر دير هاد الشاب اللي توفا ما دي أنا تتبليه بحل تقصير شي شوية من جميع السلطات التي تتكفل بالبحث والتحقيق وخاصة الضابط القضائية لتنعرفوا بأنها تتواجه جرائم خطيرة دولية ومعقدة جدا باقي الوقت أنه المحكمة غد يتكلف كذلك المتخصصين سواء الشرطة العلمية أو المختبرات ديال الشرطة العلمية أو المختبرات ديال الدرك الملكي باش أنهم يعودوا الخبرات ومزيدا من الكشف ربما إلا قلتنا هذا الخبرات بأنه هاداك الضحية رمشية هو هاداك عراقصا نقلبوه على الجوتة باش نعرفوه باش مات ما غن ناخدوش الحقيقة من أفوه المتهمين المعتقلين لأنه ما غادي من حكم يكذبوا من حكم يقولوا أي حاجة اللي غايت تحاول أنها إما تخرجوا من المشكلة ولا تبرؤهم إلى آخر ولكن نحن الآن أمام تطورات علمية ما بقيناش نبقى نعتمدوا على الكشفة الحقيقة غير بالشهود هذا بالعلم غاب العلم ما نستمعوه للشهود ما نستمعوه للتصحة تدتي واحد هذا غاب العلم ما رغضينا نقدر نوصله إلى الحقيقة هذا هو الأمل ديالنا من القضاء الآن الجينئي بمدينة البيضاء موسيقى